برضو تاني حاجة مقدرش انساها للرحل العظيم إبراهيم حجازي وهو في قناة النيل وهو عمل حلقة من أفضل الحلقات ولد صغير عنده تسع سنين اسمه شريف سيد شريف سيد ده ولد كان حاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ الكوريان عام 2010 اسمه شريف سيد كان عنده وقتها تسع سنين الولد الصغير ده تبنى الأستاذ إبراهيم حجازي تبنى موهبته وتنبأ ليه في الوقت ده انه هيكون لي شأنه مستقبل كبير هو ده الإعلام هي ده الرؤية المستقبلية ازاي النهاردة بتشوف النمازج المشرفة وبتعرضها زي ما احنا شايفين هي ده اللقطة ده الولد الصغير اللي كان وقتها عنده تسع سنين كان اسمه الطفل المعجزة وقتها برنامج دائرة الضوء اللي أستاذ إبراهيم حجازي رحمة طلعني كان بيصلت الضوء عليه علشان يقدم النمازج المشرفة للمجتمع طيب نروح نتعرف أكتر ومعنا دلوقتي على التليفون الدكتور شريف سيد الحاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن عام 2010 الدعاية لأزهاري والصورة دي كانت من 2010 تحياتي لك دكتور شريف إزاي حركة كابتن أستاذنا تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدين قليلة من الدلقل بنعزي أنفسنا في الراحل العظيم الأستاذ إبراهيم حجازي أنت كنت واحد يعني هو تبنى موهبتك وانت ولد صغير عندك تسع سين دلوقتي ما شاء الله كبرت أصبحت يعني من الحاصلين على المركز الأول في حفظ القرآن وأصبح ليك شأن كبير لكن الأستاذ إبراهيم حجازي تنبأ ليك بالمستقبل ده وانت ولد صغير احكينا الأول عن الحلقة اللي كانت مع الأستاذ إبراهيم حجازي وقتها وانت تسع سنين دكتور شريف في الحقيقة أستاذ إبراهيم حجازي كان رجل صاحب قلم جميل وراقي وكان إعلامي شاطر جدا في أنه حالي دايما يبروز المواحب والمبدوعين في مصر أنا كنت وانا عندي تسع سنين ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بحفظ القرآن الكريم كاملا في ثلاثة أشهر والقراءات العشر الصغرى وصحيح هي البخاري ومسلم وكنت خاتل الأول العالم في حفظ القرآن الكريم بتاعت الخرافي وحقيقي كانت يعني حاجة فاعتها ما صار إعجاب الكثير من الناس في مصر وكان أول من استضافني وأول من وضع البذرة كان أستاذ إبراهيم حجازي وقال حتى أنا أفتكر يوميها يعني من حوالي 12 سنة قال بعيدا عن الكورة وبعيدا عن النقد الرياضي عندنا موهبة مصرية عندنا ولد جميل طفل صغير حفظ القرآن بالقراءات عايزينه ناخد قدوة لولدنا ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية لي لأن الأستاذ إبراهيم كان ثبث أن هو يعني يبروزني للمجتمع يقدر يقدم لي كل الإمكانيات المتاحة عرفت الناس من خلاله والناس عرفت من خلاله الحقيقة ولم يكتفي بذا هو فعلا زي ما حالك قلت تنبأ لي بمستابر كويس بعدها بحوالي 6 سنين خدت تاني على عالم سمسابر التحدي القراءة العربي في دبي من سمو الشيخ محمد براشد المكتوم وهو استضافني ثانية ساعتها يعني بعد 6 سنين قال لي أنا أستضيفك تاني عشان أقول للناس الطفل المعجزة الصغير بعد 6 سنين بياخد جائزة في الثقافة والمعرفة كنت ساعتها دخلت كلية الصيبالة وكان عندي بعض الأبحاث العلمية يعني الحمد لله عندي وعض الاجتهادات الفردية لكن أستاذ إبراهيم كان ومازال ومش بس شريف مش بس أنا كان عندنا عمر عثمان وولد العبقري اللي حاليا بيدرس دكتورة فرنسا كان عندنا محمود وحيد كل المبدئين في مصر من الشباب أظن أن أستاذ إبراهيم حجازي كان طاحت الظهور الأول اليوم أستسمحك يا دكتور شريف دلوقتي أنت موجود معنا على الهوى عايزين ندعي للأستاذ إبراهيم حجازي وفرصة وكل الملايين بيشوفونا يأمنوا على الدعاء بتاعك طبعا طبعا اللهم يا ربنا لك حمدك ما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين اللهم اغفر له وارحمه اللهم آنس وحشته ووسع قبره اللهم جعل قبره روبة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر نيران يا قيوم أقمه على نور في قبره مستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال اللهم أعظه من عذاب القبر ومن جفاف الأرض عن جنبيها يا رب العالمين اللهم أبدي له دارا خيرا من داره وأحلا خيرا من أهله وولدا خيرا من ولدي اللهم ارحمه رحمة سافع بها قبره من رب العالم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم بنشكرك شكرا جزيلا دكتور الشريف سيد الحاصل على المركز الأول في مسابقة حفظ الكران الكريم عام 2010 ولتنبأ بيء الرحل العظيم الأستاذ إبراهيم حجازي رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان روح لفاصل وبعد الفاصل مسامرين مع حضراتكو مرة المحضرات‌ وقتان المعضرات الهانة